اشتركوا في القناة وكل ما يتعلق بهم في حالهم وفي حالهم كتبتها بناء على الأفكار القاعدية التي أكتسبها بناء على تجربتي وبناء على ما عايشته من الواقع المعيش في مولاية الضيط ولكنها تنطبق على العموم بالنسبة إلى الجنوب والغرب الجزائر تكون من عشر فصول كاملة فضر عندها المثقف في النشر والتركيا طبعاً سيكون فيها كما سألت حول الترجمة والتوزيع الدولي طبعاً سيكون فيها ترجمة والتوزيع الدولي فقط حياتي قد يفعله بمثابة التمهيد فقط لأنه سيتم ربطه فيما بعد مع ما ورد في كتاب المسعودي وفي مقدمة إبن الخلدون لأن هذا هو صلب الموضوع وهو محاولة ربط هذه الفئة وهذه الشريحة من المجتمع مع ما صرح به إبن الخلدون والمسعودي في كتابيهما سنعود بحول الله إلى هذه الشريحة بداية من تاريخ قرطبة والأندلس حتى يومن هذا ونحاول معرفة من نكون ومن نحن ومن أين أتينا ومتى دخلنا إلى الجزائر أو المغرب الأوسط كما يدعى في التاريخ ولأننا دخلاء على هذا المجال أي مجال تاريخ عشر فصول نعم عشر فصول قسمتها على أساس يعني محاولة الوقوف على قدم وساق على هذا غضل البدو وتكلمت عن الحياة العادية يعني في الأيام العادية تكلمت عن الطفل في البدوة وتكلمت عن موضوع الحفلات وهو غالبا الذي يلخص عادات وتقاليد هذه الفئة بحكم أن العادات وتقاليد تظهر جليا في العادة في المناسبات تكلمت أيضا في فصل مستقل عن الحيول وكيفية التربية وكيفية شرائها وماذا تستهلك الأعلاف وما إلى ذلك أي بمختصر ويعني حاولت التخصص أكثر في الفانتازية وهي المعروفة عندنا بكثرة ثم في الفصل الأخير تكلمت عن كيفية حسابهم لأشهر القمرية والهجرية وأنتم تعرفون الحساب السائد قديما ليس الحساب السائد حاليا فأشهرهم كانت تتكون من 28 منزلة وما كانوا يقولوا منزلة وغيرها من التفاصيل أهملت الكثير ولكن الحمد لله تعالى ذلك ما استطعنا إله سبيلا بفضل المساعدين وبفضل من ذكرونا وبفضل من علمونا وبفضل الجميع نعم في قضية توزيع الكتاب حاليا متواجد بالسفة رسمية بإقليم ولاية البيض في المكتباتين شاهراتهم في الولاية وفي مكتبة قاسمي ومكتبة مخلوفي في بلدي الغاطل وفي انتظار إلتحاق المكتبات البلدية إن شاء الله بحول الله ونحن في تنسيق دائم معهم في قضية التسويق العالمي بحول الله أنتظر النسخة الإنجليزية من الكتاب هنا في دبي بحول الله لأنك تعرف أنه هنا اللغة الإنجليزية هي السائدة وهذه التعارف عليها يعني هي المستعملة بكثرة بعد ذلك إن شاء الله سيتكون لنا مشاركة في مسابقة مشهورة هنا وفي أبو لبي سيكون التصريح عنها بحول الله في وقتها أيضا ستعقد لقاءات شروحة لقاءات من أجل الشرح ومن أجل تبسيط هذه الأفكار ومن أجل التعمق فيها أكثر باستعمال صور حصرية وباستعمال مقاطع فيديو هنا بالتعاون مع هيئة ثقافة بحول الله نحن في اتصال حتى الآن لكن لا زلنا نحدد بالتدقيق يعني متى أو عين أيضا هناك مساعي يعني خارج الإمارات من دول أخرى بحول الله سيكون لنا معها لقاء ولو على المباشر أو بالاتصال عبر تطبيق الزوم كما هو متعارف عليه سنصنع بحول الله هذه الحطوة ونترك المجال إلى أهل التخصص وإلى أهل التاريخ لعلهم هم من يفيدنا حقاً فما أحوجنا إلى معرفة من؟ لمسألة الهوية هذه مسألة يعني مختلف فيها وأسألة كثير من الحبب فلو كل واحد فينا يطرح سؤال من أنا تتجد صعوبة نوعاً ما في إيجاد هذه الأجوبة أيضاً في كتب التاريخ تكلموا كثيراً عن الدعم الذي كان من المغرب الأوسط والمغرب الأقصى إلى قرطبة وإلى الأندرس في حكايات المجد يعني وليس في حكايات الإنفطاط كان هناك دعم من شمال إفريقيا كما يصطلع عليه من هؤلاء الذين دعموا المسلمين حتى يعني حتى استوطنوا في إسبانيا المعروفة الآن بإسبانيا؟ هنا يكون مكمل الشك وهنا ما يكون مكمل البحث وهنا يكون مكمل التعجب يعني فلا بد أن نبحث من نحن وما هو تاريخنا وكيف وصلنا وكيف كان دخولنا وإما إلى ذلك من الأمور متعلقة بالتاريخ لكن بحول الله تعالى وحسن نعايته سنلقى الدعم والتوفيق والسدد بحول الله